التوصيات اللي جاء لهم موجه العام الفيزياء بوزارة التربية والتعليم لطلاب 3 سنوى علمي قبل الامتحان هو نزل شوية توصيات مجموعة من التوصيات تابعة معايا الفيديو الاخر وبصراحة مجموعة توصيات مهمة جدا 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 للحصول على الدرجة النهية في الفيزياء او درجة عالة اول حاجة جالك راجع من كتاب المدرسة اللي الان واضع الامتحان هلتزم بيه طبعا ماذا هي الموقت اللي فاتر عارفك بتضحك كل واحد يقول كتاب المدرسة وغير حل امتحانات السنوات الماضية اللي هو 2017 و18 و19 وكذلك النماذج التجربية لهذه السنوات والمنشور على موقع الوزارة دور اول وتاني وتجريبي طبعا وهو المنصة التعليمية والحاجات دي انا منزلها كلها على القناة قناة مستر مانويل اشترك وتابع كل حاجة جديدة في القناة كمان اجرى التعليمات الامتحان والاسئلة الامتحان بعدها قبل ايه الاجابة رقم اربع قال لك اسئلة الاختيار بيقول لك ركز على المطلوب بس عشان ما تتهش في الاجابة تركز على المطلوب عشان وقت المراجعة ومتظللش على اكتر من اجابة في الاختياري عشان ما تفقدش درشة السؤال كله كمان بيقول لك سؤال اذكر كذا يختلف عن اشرح كذا يعني لما يقول لك اذكر مثلا عوامل كذا غير اشرح عوامل كذا سؤال اذكر غير اشرح كذا يبقى دولة اول ست عناصر رقم سبعة سؤال اذكر العوامل يختلف عن اذكر عامل يزيد او ينقص كذا التزم في سؤال المقارنة بواجه المقارنة المطلوب منها يعني ما تقعدش تزود برضو ده عشان وقت لو عملت مسواد ده هتنوع عن السؤال ده في السؤال نفسه تكتب وطبعا ما تنفحش في اسئلة الاختيار من المتعدد تعمل مسواد هما هيجاء هاي يعني هما هيركزوا على الاجابة اللي انت حطتها في الاختيار بس هيبص الباقي الحاجات فين في الاختيار لازم تبص كويس لسؤال ماذا يحدث في العوامل غير مماشرة مثل ماذا يحدث لكسافة الفيض عنده نقطة على محور ملف حلزوني عنده قطع نصف الملف وتوصيل ما تبقى بالنصف البطارية او نصف التيار والاجابة طبعا بتختلف من سؤال لسؤال بيقولك في الرسم البيان انتابه للتدريج وانتظامه وما يرسم على الافقي وما يرسم على الرأس يعني لازم تركز فيه التدريج وانتظامه وتركز كمان على الافقي والرأسي دي ال 11 ملحوظة اتمنى لكم التوفيق والنجاح كلكم وتشارك المنشور وتعمل لايك المنشور ويتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل حاجة انا هنا بنزل مراجعات من بداية الامتحانات ومستمر ان شاء الله لنهاية الامتحانات اشترك معا في القناة وكمان في الكليات كمان هتابع أخبار التنسيق هي قناة عظيمية وهدفها تعليمي وخدمي لكل الطلاب والمدرسين